الآية اللي معنا النهاردة الحقيقة مولانا يعني ممكن الطلبة يكونوا بيدرسوها في المدرسة سواء في القرآن الكريم أو حتى في مادة الدراسات يعني الدينية وبيدرسوها وبيتعلموها لكن للأسف التطبيق قليل وللأسف بيتاخد منهج عكسه تماما هو منهج خفة الدم على أساساً دي خفة الدم يعني طبعاً أنا أعتارد على اللبس ده يعني بس منهج خفة الدم منهج أن أنا كده الليدر أنا القائد أنا البشاور على ده وسمي ده والتريق على ده وتصرف مع ده وقرآنك جميل الكريم نهانا نهي تام للمؤمنين على التزم بي طبعاً أنا هنا بتكلم عن سورة الحجرات آية 11 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيراً منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً أحدكم أحدكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكره دموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم هم آيتين متتالياتين في سورة الحجرات نعم الآيتين الكريمتين بيتكلموا عن مجموعة من الأشياء الزميمة اللي إحنا ممكن نحط لها عنوان كل كده ونسميها آفات اللسان أنت عارفها الناس المعتنين بالزراعة والفلاحين وكده يقولك الزرعة جات لها آفة آفة يعني حاجة بوزتها وأتلفتها ويبتدوا يحط لها بقى الحاجات اللي بتطردها وكده فآفات اللسان هي الأشياء اللي لو لاحقت بالإنسان عن طريق لسانه تفسد قلبه وتظلمه وتجعل بينه وبين الله حجاب وحاجز والمشكلة إن كتير منها من الزنوب المتعدية زي ما احنا عارفين إن الزنوب منها ما هو زنب قاصر بين الإنسان وبين الله وفيه زنب متعدي يتعلق بحقوق العباد نعم الزنب القاصر الإنسان إذا استغفر وتاب يتوب الله عليه بإذن الله بإذن الله أما الزنب المتعدي ففيه شق متعلق بالله وشق متعلق بصاحب الحق فما هو في جانب الله ربنا خلاص يعني يعفو عنك نعم في جانب الآخر نعم والكلمة في الشريعة نبهتنا أنها في غاية الخطور النبي عليه ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي إيماء قولية هل في حديث يا مولانا بمعنى أن اللسان هو اللي بيدخل الناس النار أو حاجة كده ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم يعني هو ده السبب الأساسي اللي بيخلي له أحد يبقى من ولا يازل بلاه مستحق للعقوب أنا عايزة توقف عند الحتة دي لأن أنا قريت فيها حاجة وعايزة حررتك لو غلط تصلحها لي بعد إذنك بس هي عجبتني أول فكرة اللسان وأنه هو سبب دخولنا أو دخول بعض الشر يعني بعض الشر بعيد عننا جميع دخول الناس اللي بيكون سبب لدخولها النهار يعني مش بس أنه هم بيجتموا أو بيترياءوا أو كل اللي حنتعلموا في حلقتنا النهاردة كمان بيقولك أن اللسان هو وسيلة أن الواحد ممكن يكلم نفسه يعني في سره حتى من غير ما ينطق بصوت عالي بس اللسانه بيعضي يتكلم فطول ما هو بيبدي لنفسه إشارات سلبية حتى عن نفسه بيهز سيقطه في نفسه بيقول كلام سلبي عن الحياة يعني يصحى الصبح يقولي ده يوم النهاردة صعب ده يوم مش عارف إيه في ناس بتبدأ كده حياتها تيجي تدخل على شغلانة تقولك لما أنا أكيد مش حقبل مش هتقبل لا مش عارف إيه كل دي حاجات بتسبب له تعاسى بالدنيا وبتخليه يفعل بقى يعني من بعد اللسان ده يخليه يفعل أفعال سيئة وبالتالي ما يروحش يشتغل وبالتالي ما يعملش الناس كويس لأنه قاعد يدي بلسانه كلها أفكار سلبي عن الناس عن نفسه عن شغله عن حياته بشكل عام يعني التشاؤم وكل ده جاي برضه من اللسان ولذلك كان احفظ لسانك أن تقوله فتبتلى إن البلاء مؤكل بالمنطقي البلاء مؤكل بالمنطقي يعني خلي دايما اللي يجري على لسانك كانت طيب وبيعجبني هنا هي طبعا مقطوعة كبيرة شوية بتاعة المرحوم عبد الرحمن الشرقوي في رائعته الحسين ثائرا اللي بيكلم فيها عن الكلمة فأنا يعني بيقول فيها المفتاح الجنة في كلمة ودخول النار على كلمة الكلمة نور وبعض الكلمات قبور نعم فشوفي يعني ده برضه تعبير آخر اللي ما ورد فيه النصوص الشرعية من التحذير نعم والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يظل بها في رضا الله حتى يوم يلقاه الله ويتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يظل بها في صخط الله إلى يوم يلقاه فنا يا رب